المسال خير مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قريش والناس طبعا النهاردة يسعدني وشرفنا ان يكون معايا قامة برلمانية كبيرة وميزة النائب البرلماني عادي العامر طبعا النائب البرلماني عادي العامر يعني بزر مجهودات كبيرة جدا جدا نحو دائرته في المدة البرلمانية من 2016 ل2020 وطبعا قام بمجهودات كبيرة جدا جدا نحو دائرته في مجال الطرق والكهرابة والصرف الصحي والتعليم وكل المجهودات اللي النائب عادي العامر قام بها طبعا كان لها مرضود طيب جدا جدا من المواطنين وكل هذا ظهر في الانتخابات البرلمانية اللي جريت منذ الأسبوعين الماضيين حيث النائب عادي العامر فازة بها باكتساء فازة في الانتخابات البرلمانية 2020 باكتساح كبير جدا جدا من الجولة الأولى طبعا للعلم من النائب عادي العامر طبعا دي المدة البرلمانية التانية ليه يعني هو كان ماسك الفترة البرلمانية من 2016 ل2020 ودي طبعا الدورة التانية ليه طبعا بنتمنى له كل التوفيق طبعا يسعدني وشرفني في هذا اللقاء النائب البرلماني عادي العامر اللي نورني وشرفني النهاردة أهلا بحضرتك سيادة النائب نورتوني وشرفتوني النهاردة شرفت بحضرتك أستاذة قريج وكل التوفيق للقناة وحضرتك ومزيد من التعلق والنجاح بإذن الله عايز أعرف من حضرتك بقى عايزين تكلمنا النهاردة عن يعني التنمية في مصر إيه هي التنمية في مصر والحقيقة طبعا يعني أي بلد في العالم لازم بيبقى عندها رؤية وفي خطة وده اللي احنا بنقول عليه إن شاء الله احنا بنشتعل عليه في اللي جاي وهي رؤية مصر 2030 أنا شايف أني في نظرية لو اشتغلنا عليها الحقيقة وأكدنا عليها كويس جدا في مصر دي هتفرق معنا كتير جدا وهي بقولوا عليها نظرية 40 نظرية 40 دي يعني بتكلم على تنمية زراعية يعني تنمية صناعية يعني بتكلم على تنمية تكنولوجية بتكلم على تنمية تجارية لو اشتغلنا على المحاور دي وركزنا عليها كويس جدا في مصر نظرية 40 دي تحققت بقوة بمعناها إن أنا حعمل قضاء على البطالة هفتح أسواق تجارية كبرى في اعتبادل التجاري ما بيننا وما بين الدول المحيطة بينا نخلق أسواق في المنطقة العربية المنطقة الأفريقية المنطقة الأوروبية لازم نعزز هذه المحاور كلها علشان نقدر في الآخر نحن نقول إن البلد بتتقدم بأبنائها الشباب الشباب النهاردة لما بدخلوا في هذه المحاور الأربعة لا ده طاقة جبارة جدا خاصة إن قوة الشباب في المجتمع المصري بتصل إلى أكثر من 60% أنا كده تقريبا عندي طاقة جبارة جدا هذه الطاقة اللي هو استثمارتها أحسن استثمار يعني معناها إن بلدنا ترجع بلد عفية شابة قوية تنطلق نحو المستقبل طيب عايزة أسأل حضرتك إيه هي أو إيه هو الدور الأفضل لاستخدام السوشيال ميديا في الفترة القادمة من أجل استقرار وأمن الوطن أحنا دايما عندنا في شغلنا نقول إيه دايما لازم نشتغل على فكرة الطاقة الإيجابية طاقة إيجابية يعني الناس كلها تبدأ تشتغل على أفكار في كل الملفات اللي هي بتهمنا في مصر لو الناس كلها اشتغلت وبدأت تلحس أسباب المشكلات ثم بعد ذلك يوضعوا حلول لهذه المشكلات حطوا مقترحات نحو التعاون المشترك إيه دور الحكومة إيه دور المجتمع المدني إيه دور الأفراد بهذه الطريقة وبهذا التناغم يبقى كده احنا فعلا بنعمل فكرة الولاء والانتماء لبلدنا وبنعمل نعالات قوية جدا في التنمية في بلدنا المفترض السوشيال ميديا اشتغل على كده لكن إيه ما قيمت أننا قاعد طول النهار بيشتغل على فكرة نقد هدام بيشتغل على خلق أفكار سلبية على السوشيال ميديا مفيش مبادينش حلول والطريقة الناس أكتر دلوقتي الناس بيستعملوا السوشيال ميديا بطريقة سيئة دي استخدامات سيئة لأننا دلوقتي بعمل حالة احتقام في المجتمع بخلق حالة من الاحتقام معناها أننا بقلل للطاقة الإيجابية لصالح الطاقة السلبية وبالتالي تحول المجتمع في النهاية إلى مجتمع تقريبا فيه الضغينة والحقد ما بين أفراده وده ما يطلعش دولة ولا يخلي البلد دي تتقدم مفترض يبقى عندي ولاء للقيادة السياسية ثم بعد ذلك أدعم كل تحرك إيجابي بكلمات التحفيز إن أنا أشكرك أنا أحييك أنا معاك في اللي أنت متاجئ إليه عشان بلدنا مش هيبنيها غير أبناءها طيب في حاجة اللي هو بما قالك طبعا نائب برلماني وأدو مجلس نواب هل من الممكن انضمام بعض المستقلين إلى أحد الأحزاب؟ هو الحقيقة دايما يعني البرلمان بيشتغل بفكرة إنه هو بيدي مساحة كبيرة جدا لكل الأفكار وبالتالي النهاردة لما يكون في حد بيبدي رغبة جوه البرلمان كان بيبديها ما قبل الانتخابات ليه؟ لأنه هو المفترض إن الإنسان وفقا للقانون والدستور إنه يقضي فطرته وفقا للتوجه السياسي اللي هو دخل عليه النهاردة أنا داخل تبحث بمستقبل وطن مثلا مثل المثال بلازم أكمل على هذه الصفة لحدى نهاية الدورة البرلمانية أنا داخل مستقل بل المفترض إن أنا بكمل على هذه الصفة ليه؟ لأن كل واحد إن ده مختار واختار توجه سياسي معين التوجه السياسي ده مفترض إنه هو بيطلع النتائج معينة في النهاية بتصب في صالح استقرار وأمن الوطن أنا عندي استفسار حضرتك ليه لما بينضم بعض المستقلين للحزب نفسه بيؤدي حصول الحزب نفسه إلى أعلى نسبة الصوتية داخل البرلمانية؟ هو أنا النهاردة حضرتك يعني دايما يقولوا إيه؟ يعني لازم يبقى أنا عندي حاجتين عندي توجه داعم للدولة علشان مشروعات القوانين يتم دراستها دراسة متأنية وقوية مع الحكومة داخل اللجان بتاعة المجلس ثم بيصدر بعد ذلك هذين القوانين علشان يبقى لها أثر إيجابي عند تطبيقها على المواطن أما يبقى عندي معارضة المعارضة دي بتعمل كشف للجانب الآخر لإن أي موضوع بيحتمل يعني جانبين جانب الأول إن احنا بنعمل توجه معين ثم المعارضة بتنقض في المواد اللي هي شايفة إن هي فيها غلو أو إن هي يجب تعديلها الهدف كله في النهاية إيه؟ هو إن احنا نطلع بقانون يخدم المواطن ويترك الأثر الإيجابي مش الأثر السلبي على المواطنين وبالتالي ده أي قانون ما بيطلعش كده ده هو بيمر بعدة مراحل يعني قد يكون القانون مشروع القانون ده متقدم من أحد أعضاء مجلس النواة أو جاي عن طريق الحكوم بعدين يحال عن طريق رئيس المجلس عشان يدخلوا أساسا لللجنة المختصة ثم نجيب المسؤولين والمهتمين عشان يراجعوا هذه المسائل ثم بعد ذلك بيبدأ يخرج القانون لإقراره داخل الجلسة هو دور الأحزاب داخل البرلمان ده إيه؟ دورهم إيه مسؤولين؟ والمفترض أن أنا داخل على إصلاح سياسي قوي جدا عشان كده أنا مريب بعدة أشياء عملنا استحقاقات دستورية كبيرة جدا وانتهينا بفضل الله من انتخابات الشيوخ وانتهينا أيضا من انتخابات البرلمانية وداخلين في المرحلة اللي جاية على انتخابات المجالس الشعبية المحلية الاستقرار السياسي معناه بيصب في الاقتصاد وبالتالي تيجي شركات أجنبية على بلد مستقرة بلد نامية بلد ناهضة بلد بتتطلع لأن هي تفتح أبوابها لكل المستثمرين علشان دهوت يا عم بالخير والتنمية على بلدنا طب وانت شايف أن فيه مثلا مشاكل ممكن أن هي تطرح على المجلس في الفترة القادمة؟ طبعا والحقيقة يعني حضرتك لازم الأحزاب تتحرك أكتر ولازم يبقى لها أرضية في الشارع ولا تفاعل من خلال لقاءات أكبر مع المواطنين ويغيروا الفكر اللي هو فكرة أن الحزب بيصار حزب آخر ولكن الأفضل أن الأحزاب تقدم أجندات أجندات مهمة يعني مثلا حزب يهتم بالتعليم، حزب يهتم بالصحة، حزب يهتم بالصناعة، حزب يهتم بالتجارة ده في النهاية إيه اللي حيجره؟ في النهاية أن كلنا حنكمل بعض، لما نكمل بعض إيما حنبني بلدنا لكن النهاردة اللي احنا بنشوفه عكس ذلك اللي بنشوفه لسه علشان يعني بدايات وإرخاصات أولية في السياسة بنلاقي كل حزب تقريبا بيحارف في الحزب الآخر على اعتبار وعلى التناقل ديه بأن هذه الطريقة من الهد هي اللي هتخليه يتقدم الصفو ده نظرية مغلوطة ويجب أن احنا نعيد النظر فيها بصورة أكثر تكامل أنا شايف أن يعني بلدنا ممكن تبقى أفضل وأفضل طول ما احنا بنشتغل على فكرة التوعية على فكرة أن احنا نتيح نرجع تاني فكرة النادي السياسي اللي كان موجود زمان ونجيب المحافظين ونجيب وقلاء الوزارة ونجيب الوزراء ولازم النادي السياسي يرجع ويبقى لقاء مفتوح مباشر ما بين المواطن صاحب المشكلة وما بين المسؤول إن هو ده اللي بيدي الولاء والانتماء تاني طول ما المسؤول قاعد في قلبه قوضة وقافل على نفسه القوضة والناس في السكرتاريا بره يقوله ده طبعا سيادة الريس لا يسمح بالمقابلة فعلا بنشوف الكلام ده في نحيطة فكرة النار ده عند اختيار هؤلاء المسؤولين يجب أن يكون هناك معايير من واقع تجربة عملية ومن واقع مهنية من واقع تعليم وممارسة حقيقية كل ده مقومات في المسؤول وبالتالي المسؤول إذ لم يكن هو عنده دراسات فنية متقدمة في التنمية البشرية وكيفية معاملة المواطن بالطريق الأمثل وإنه إزاي دي الإدارة جيدة رشيدة داخل مؤسسته يبقى تقريبا يلزم أنه يتغير ويجب أن يكون هذا التقييم تقييما سنوي طيب طبعا أنت بما أنك دي الدورة التانية لحضرتك فمش هنسأل عن إنجازاتك اللي فاتت لأن من الواضح طالما فزت باكتساح كبير جدا في الدورة التانية فأكيد أنت قمت بكل واجباتك نحو دائرتك على أكمل وجه بس أعايز أعرف إيه هي أحلامك اللي أنت حابب أن تعملها نحو دائرتك دائرة اليوب والقراطر الخيرية من 2020 لـ 2025 أنا الحقيقة بشكر أهلينا في دائرة اليوب بالقناة الخيرية على ثقاتهم الكبيرة جدا فيا وأنا الحقيقة بواصل الليل بالنهار عملا من أجل أننا بكون عند حصة ظنهم باستمرار وحواصل الكفاح والجهاد معهم بإذن الله ولكن أنا بطلب منهم جميعا أن كل بلد يبقى فيها فريق عمل هذا الفريق لما يتعاون مع النائب نستطيع أن نحن نحقق كل أحلامنا لأنه مش حاجة تتعمل بفرض واحد ولكن طول ما فيه اتحاد وفيه تعاون وفيه مشاركة إيجابية الحقيقة نقدر نحقق كل أحلامنا لأننا أحلامنا الحقيقة أحلام مشروعة أحلام تتمثل في أننا عملنا حاجات كتير جدا عندنا في الأناطر نفسنا نقررها في اليوب برضو اللي هو إيه نتكلم في البنية التحتية يجب أن البنية التحتية يتم اجتمالها خدمة الغاز تخش هذه المناطق الحقيقة ما أتكلم على جودة التعليم أتكلم على إدخال مستشفيات جودة الصحة ده حيعمل إن أكاس كبير أوطايا شبابنا لازم فرص عمل أنا مناشط كل الوزارات ومناشط كل المسؤولين بأن لازم ملف الشباب في إيه جاءت فرصة عمل ضروري وملح ويمثل الغاية والهدف الأسمى عندنا ويجب ده يكون على رأس العلويات المرحلة القادمة طيب في حاجة إيه رؤيتك يعني إيه رؤيتك في عملية الحراك السياسي داخل الدوار الانتخابية التي أصفرت عن خروج نسبة عليها جدا جدا من الناخبين إلى صندوق الاقتراع أنا الحقيقة طبعا يعني كل ما يبقى فيه حراك سياسي كل ما أي سياسي يبقى سعيد ليه؟ لأنه مندخل الشباب جوه المنظومة عشان نبني قيادات المستقبل ويبقى ده أجيال بتسلم بعضها لبعض لكن للأسف الشديد لسه مش موجود مؤسسة يعني السياسية كبرى هذه المؤسسة ننشئ من خلالها أكاديمية وأتمنى أن تكون هذه الأكاديميات موجودة في المحافظات علشان الشباب يلطحوا بهذه الأكاديميات يتعلموا فيها سياسة مصبوط وبالتالي بدأ مشروع المستقبل في قاماته وقياداته ده مهم جدا لازم نشتعل عليه طب يعني طب فيه سبب أن فيه سبب خروج النسبة الكبيرة أوي من النهاية والنهاردة عدم المرشحين بيبقى كبير جدا طبعا وبالتالي الناس عندنا بتفكر برضو ده تفكير يجب أنه يتغير دايما أنا ما يجب أختار نائب مفترض بيبقى فيه مواصفات طبعا والمفترض أن أنا بحط العناصر دي وأعمل لها تقييم بالدرجات وبالتالي توجهي يبقى لاختيار فلان الفلان لأن النائب نائب عن مصر مش نائب عن دايرة أو نائب عن قرية لكن فكرة اللي هي بتسيطر على أزهان البعض لأن ده ابن بلدنا لازم ناتهد مع ابن بلدنا على حساب الأخت طبعا ابن بلدنا ده ممكن ما يكونش أساسا عنده أساسا توجه سياسي رائد وما عندهش أفكار للتنمية أو لم يعمل فيه مجالات متعددة أو غير مدرب على أنه يحرز الفارق فيه قصة الحوار داخل المجلس ما يعرفش أتقدم من مشروع قانون كل حاجات دي هتلازم نرعيها وبالتالي الفكرة فكرة أن أنا أجري وراء ناس بيبيعوا أصوات الناس ده أفكار هزلية ولكن ده يجب أن نجري وراء الناس اللي هي تستطيع أن تقدم وراء عمل جيدة ورؤية تصب في رؤية الدولة وبالتالي يقدر يحشد المجتمع نحو الأمثل والأفضل عشان نقدر نعالج المشكلات والقضايا الملحة اللي هي بتقابلنا النهاردة في مصر نكلم النهاردة في مصر على أهمية لازم يكون عندي فرص عمل للشباب ومؤكد عليها مرارة وتكرارا لازم التدريب التحويلي يشتغل بقوة جدا لازم أفتح الاستثمار والشركات يشتغل على تنمية اللغات والمهارات لدى الشباب علشان يقدروا يلتحهم فرص عمل داخل الشركات من فرش مصر ولازم يطلع على الميديا ولازم التلفزيون لازم يتمنى هذه القضايا إذن دون هذا يبقى لازم فيه حالة دلوقتي من عدم وجود أرضية مشترك ومعادش فيه أي فرص على الأصل للشباب خالص ما بين الحكومة وما بين الشباب طبع هو النهاردة بعد ما يتعلم وبيطلع الأول ويحضر النهاردة ماجستير ودكتوراه ومش لايه فرصة عمل مش لايه فرصة عمل طبعه بعدين يجيب الولاء والانتمام منين حتى لا لازم نشتغل على هذا الملف ده ملف رئيسي وأهم جدا وبين تالي لازم كلنا نشتغل على فكرة التجارة وعلى فكرة أن أنا أفتح أبواب وأصواق يبقى فيه توفير فرصة عمل للشباب يعني أنا بشوف ناس وما معنى أن أسرة بشوف ناس نتعلمه وأفضل كلياته أو مش عارفينه ومحضرين يعني الدكتوراه برضو فكرة البنك المركزي لازم النهاردة لما أطلع كروضه النهاردة علشان أعمل مشروعات صغيرة لازم هيئة الترمية الصناعية كون مشترك مع البنك النهاردة فيه أن أنا أطلع كروض بخمسة في المية فايدة بسيطة علشان أماكن الشباب ده من أنه فعلا لو حيعملوا مشروعات صغيرة لازم يعملوها وبعدين لازم أنسف البيروقراطية مع قيمة أن أنا أروح شواء موظفين قاعدين في داخل مجالس المدن يعقدوا الناس وبالتالي كل ده علشان عاوزين يفتحوا باب للسبوبة صح ما أقام إيه كلام ده ده كلام لازم يتم تقييم كل هؤلاء بصورة دورية كل عام واللي لا يصلح أو يزبط عليه فساده لازم يخرج من المنظومة هو ده اللي يخلي مصر تنطلق وهو ده اللي يخلي الناس تعمل الولاء والانتماء والممارسة السياسية الحقيقية من أسرعات داخل الأحزاب لا ده كل ده بيعكي الصورة سيئة للغاية وفي ناس بتترشح أو في ناس عايزة تدخل المسأل البرلمان كوضع اجتماعي ليها مش عشان تخدم بلدها أو دايرتها أو كده ده ما يصحش ليه؟ لأن وردو إحنا لازم علشان نعدل المزاج العام ونرجع تاني أفضل وأحسن لازم نشتعل على فكرة إن إحنا لازم ننزل بالمبادئ والمسل العليا كل الناس اللي بتخرج عن المبادئ والمسل العليا وقانون نظام العمل يجب أن يحاسبوا هؤلاء وبصورة دولية ولازم يخرجوا برد المنظومة ليه؟ لإنما معنى أننا بشتغل تبع حزب والناس اللي وجودها الحزب بيحربوك مع قيمة هذا أين الولاء والانتماء وبيشتغلوا مع توجه آخر ده ما ينفعش ده بيجسد بإن الناس في حالة صراع ولم يصلوا إلى فكر الاعتناق أو العقيدة أو التوجه أو بناء الدولة لأنه هو الأول والآخر بيرتكن إلى فكرة لازم كل الشغل يصبح فين حتة نحو ارتقاء بلدنا وإن دولتنا تتقدم وتاخد مكانتها من جديد أنا سعيدة جداً بوجود حضرتك معي النهاردة والله شرفتني من وردتني النهاردة للأسف حلقتنا خلصت يعني أنا سعيدة جداً بوجود حضرتك معي النهاردة أنا شرفت بيكي والشرف لي طوالي دايماً يعني مميزين للأمام إن شاء الله طبعاً يسعدني وشرفني إن أنا كان معي النهاردة في حلقة النهاردة قامة كبيرة وميزة طبعاً النائب البرلماني عادي العامر طبعاً شرف لي وجوده معي النهاردة في البرنامج ومع النائب عادي العامر يعني أنا كنت متشرفة جداً جداً بوجوده معي النهاردة النهاردة عادي العامر الذي أعطى الكثير والكثير والذي أبدع في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي طبعاً بقدم كل شكري وتقديري للنائب البرلماني عادي العامر بقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للسيدة المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس أشوفكم على خير